تهنئة العروسين بين المسلمين أي الفرح لفرحهم والحزن لحزنهم ففي سنة الترمذي وأبي لاوود وابن ماجر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج الإنسان قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير وهذا الحديث كما يقول الترمذي حسن صحيح ويقره عند التهنئة أن يقال بالرفاء والبنين كما ذكره النووي في كتابه الأذكار المنتخبة من كلام فيد الأبرار فقد تزوج عقيل ابن أبي طالب امرأة ولما ذهبوا إليه ليهنئوه قالوا بالرفاء والبنين فقال لهم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم رواه النسائي وابن ماجه وروى أحمد مثله وفي رواية له لا تقول ذلك قول بارك الله لها فيك وبارك فيها يقول ابن الأثير في النهاية الرفء هو الالتئام والاتفاق والبركة والنماء ومنه قولهم رفأت الثوب رفءا ورفوته رفوا وإنما نهى عنه كراهية لأنه كان من عادتهم والخلاصة أن الكلمة معناها جميل لأنها دعاء بالوفاق والبركة بين الزوجين ودعاء بذرية البنين وهو خير والدعاء بالخير غير ممنوع لكن قال العلماء بكراهة هذه العبارة لأنها كانت من عادات الجاهلية وبخاصة الدعاء بالبنين الذي يدل على ما كان عندهم من كراهية البنات والأولى أن يقال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم شكرا للمشاهدة